اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية في مدينة برشلونة اليوم مع معالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هامشية المنتدى الاقليمية التاسع لاتحاد المتوسط تم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تنمية أوجه التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلال الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهم الله ورعاهما كما جرى تبادل وجهة النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب في قطاع غزة وجنوب لبنان والتصعيد الإقليمي والجهود العربية والدولية التي تبذل من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان وتخفيف حدة التوتر والتصعيد حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليميين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر